خصصت مجلة فوربس الشرق الأوسط إصدارها الأخير عن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين لهذا العام حيث سلطت الضوء على الانجازات التي حققتها السعودية خلال استضافتها لهذه القمة خلال الأوضاع الغير مسبوقة التي يشهدها العالم حيث تصدر الغلاف وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب بدوره يأكد همية القطاع السياحي في المملكة الذي يفتح أفق التطور الاجتماعي والحضاري ويضيف تنوعا في الاقتصاد السعودي مضيفا أن المملكة تسعى لتصبح أحد أهم الوجهات السياحية خلال السنوات العشراء القادمة في مقابلته أكد الخطيب أيضا أن عملية إنقاذ الوظائف لن تنجح إلا بالتعاون الدولي